ابو إيمن عليها الدعم أراها أراها لك أ بحليك كان يقول هو البيّنة على من الدعا واليمين على من أنكر وإلا كان عندهم بيّنة يثبته ما ش من دعم بالله يا عليكم وليس من دعم هم شجيران هم الناس عارفين الوضعية ما اخدام ما اخدامش انا عندي ربعا ديال احتى واحد فيه هم اخدام انا كنت طلب من الدولة بصفة رسمية اطلاق جميع المختطفين والمعتقلين وعلى رأسهم ناصر الزبزافي اطلاق بدون قيد ولا شرط هذو مخصوم يطلقوا لان هذو مديرين ولو هذو ما عندهم سلاح ما هجموا ما داروا ما 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 يعني ما ندوا بالانفصالية العكس ناصر في الحقيقة هو مني كان يتحدث عبر المباشر والفيديوهات كان يخاطب الملك علاش يخاطب الملك لانه هو انزع ثقة من الاحزاب السياسية من الجمعيات من كده كان يسميها كاكن السياسية وانا دابا تيقنت بانه كان على حق دكاكين سياسية هنا انا كان خاطب الدولة باش تطلق لهذه الناس لانه المسائلة اللي كان اعتقدانه بدتكات حمال شوية ما واش احنا مع هذ المنطقة كان غير المقاربة أمنية غير المقاربة الأمنية اللي معنا احنا في 1898 في 1899 في 1959 و1984 وغير المنطقة وغير المنطقة كان غير المنطقة ما عندناش حق في المشاريع التنموية باش نسكتوه واشنو كان كيقول كيقول لكينا هذ يعني مشاريع التنموية واحد شوية دي هذ المعامل فين خدمه غير المنطقة لانه مدينة صغيرة ثلاثة أربعة دي هذ المعامل والمصانع سافي خدي غدي يرجعوا الداخل ولكن واحد النواة الجامعية تكون احنا لانه هذي منطقة نائية وكينا وحنا الناس ديونا ما كان هذروش على المدينة لانه مدينة فيها خاليط نحن كان هذروش على البوادي يعني المجاورة للمدينة ناس محافظين بنتهم مني كتكون معهم ما زل كتقرة كتوصلت من 18 عام كتدير البوكالورية ما يخدرش يصفتها من دينة أخرى علش ما يديروا لي ناشحن هذ الشهد واش وعرع ليهم ارى واحد المقاول في المغرب يستطع يدير هذ المشاريع كلهم يدير مستشفى ويدير الأخور ويدير جامعة ويدير واحدة ربعة ويدير المعامل باش يخدموا الناس سوف والناس يدخلوا الداخل ولكن هذا الناس ما بغاوش ما بغاوش علاش الله أعلم أنا لا أحاكم النوايا ولا ولا أقرأ ما في مكنوناتهم